بسم الله الرحمن الرحيم يا صباح الورد ولياسمين زيكم يا حلوين مستمرين في تناولنا للمهارات الهجائية واللغوية المقررة على الصف الخامس بدولة الكويت وما زلنا في مهارة التنوين درسنا قبل ذلك تنوين الضم وتنوين الكسر واليوم بإذن الله سوف ندرس معا تنوين الفتح أعرفنا في الحصتين السابقتين أن التنوين عبارة عن نون ساكنة هذه النون تلحق آخر الاسم النكرة نطقا لا كتابة يعني نون بتنطق في آخر الاسم ولكنها لا تكتب طيب ودرسنا أيضا تنوين الضم عبارة عن ضمتين في آخر الكلمة وتنوين الكسر عبارة عن كسرتين تحت آخر حرف في الكلمة أيضا اليوم سندرس بشيء من التفصيل النوع الثالث من أنواع التنوين وهو تنوين الفتح في البداية يا خامس دعوني أعرفكم على أمر هام قبل أن ندرس معا تنوين الفتح لا بد أن نأخذ بالنا من عدة أمور أول شيء أنظر إلى الحرف الأخير الذي تنتهي به الكلمة الكلمة قد تنتهي بتاء مربوطة مثل كلمة مدرسة أو تنتهي بهمزة متطرفة على السطر وقبلها ألف مثل كلمة سماء ننظر الكلمة تنتهي بهمزة متطرفة أي حرف همزأه وقبل الهمزة مباشرة ألف أو قد تكون الكلمة منتهية بألف مقصورة ومثلما درسنا من قبل أن للألف المقصورة شكلين قد ترسم يا مثل كلمة هدى أو ترسم ألف مثل كلمة على يبقى مرة كمان أنظر إلى الحرف الأخير من الكلمة إذا كان الحرف الأخير في الكلمة تاء مربوطة أو همزة متطرفة وقبل الهمزة ألف أو ألف مقصورة بشكليها سواء كانت مرسومة يا أو مرسومة ألف أو الكلمة تكون منتهية بهمزة على ألف زي كلمة ملجأ أو كلمة مبدأ يبقى نتعرف على هذه الأمور الثلاث الكلمة أخرها ألف زي مبدأ وملجأ الكلمة أخرها تاء مربوطة زي مدرسة زي حقيبة زي قصة زي سيارة الكلمة أخرها همزة على السطر وقبل الهمزة ألف زي سماء صفاء بيضاء حمراء أو الكلمة تكون أخرها ألف مقصورة سواء مرسومة يا أو مرسومة ألف إذا كانت الكلمة أحد هذه الحالات التي تعرفنا عليها الآن وطلب منك السؤال أن تنون هذه الكلمات بتنوين فتح كل ما تفعله يا خامس أن تضع فتحتين على الحرف الأخير وننطق الكلمة عادي يعني ملجأ ستصير ملجأا أفتح بؤي عشان تنوين الفتح مبدأ ستصير مبدأا مدرسة ستصير مدرسة سماء ستصير سماءا هدى ستصير هدان على ستصير علان يبقى أول أمر أتعرف عليه في تنوين الفتح يا خامس أن أنظر إلى الحرف الأخير إن كان همزة مرسومة على ألف أو كلمة تنتهي بتائم مربوطة أو كلمة تنتهي بهمزة على السطر ومسبوقة بألف أو كلمة تنتهي بألف مقصورة بشكلها سواء مرسومة يا أو مرسومة ألف ونمغمض عيني ماذا أفعل لأنون الكلمة تنوين فتح أضع فتحتين على الحرف الأخير أما إذا كانت الكلمة تنتهي بأي حرف آخر معادة بقى الحروف اللي احنا عرفناها التاء المربوطة والألف اللي عليها همزة والهمزة المتطرفة اللي يسبقها ألف والألف المقصورة بشكلها لابد أن أقوم بعمل قبل أن أضع الفتحتين ما هو هذا العمل؟ لابد أن أضيف ألفا في نهاية الكلمة انظروا إلى كلمة كتاب 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 بما انتهت الكلمة بحرف الباء الباء من الحروف اللي احنا حفظناها يا خامس؟ لا يبقى لازم قبل أن أنون هذه الكلمة بتنوين الفتح أضيف ألف من عندي أحط أنا ألف من عندي وأضع فوق الألف فتحتين يبقى أحفظ الأول الحروف اللي اتفقنا عليها الألف اللي عليها همزة والتاء المربوطة والهمزة المتطرفة المسبوقة بألف والكلمة المنتهية بألف مقصورة بشكلها أحط فتحتين على طول أي حرف تاني ما عدا هذه الحروف المحفوظة لابد أن أضيف ألف وبعد الألف أضع عليها الفتحتين ننظر إلى هذا التعريف يا خامس للتنوين بالفتح يقول التنوين بالفتح فتحتين وعارفين طبعا شكل الفتحتين اللي هو شرطتين فوق توضعين على ألف زائدة زائدة يعني إيه؟ يعني هذه الألف ليست موجودة بالكلمة أنا اللي بحطها أنا من عندي بعد الحرف الأخير من الكلمة يعني فتحتين الفتحتين دول بيوضعين على ألف هذه الألف زائدة يعني أنا اللي بجبها من عندي في إيه؟ في أي كلمة بتنتهي بأي حرف معدى الحروف اللي اتفقنا عليها مع بعض طيب ننظر إلى هذه الجملة شاهدت تمساحا مفترسا شاهدت تمساحا مفترسا انظروا إلى كلمة تمساح بما انتهت هذه الكلمة يا خامس انتهت بحرف الحاء طيب الحاء من الحروف اللي احنا حفظناها؟ لا يبقى ماذا أفعل؟ جبت ألف أنا من عندي ووضعت الفتحتين فوق الألف فأصبحت تمساحا طيب مفترسا ننظر إلى كلمة مفترس بما انتهت كلمة مفترس يا خامس؟ بالسين السين من الحروف اللي احنا اتفقنا عليها؟ لا ماذا فعلت يا شباب؟ وضعت ألف من عندي ووضعت فوق الألف فتحتين طيب ننظر إلى هذا التدريب بيقول نون الكلمات الآتية بالفتح كما في المثال اجعل هالكلمات التي أمامك منونة بالفتح زي المثال الأولاني طيب الألعاب أول شيء هذه الكلمة مبدوء بألف ولام أخلي الألف واللام يا خامس؟ لا طبعا لازم أشيلهم ليه؟ لأن الألف واللام والتنوين لا يجتمعين الأول أخليها ألعاب طيب الحالة الثانية أنظر إلى الحرف الأخير بما انتهت كلمة ألعاب بالباء الباء من الحروف اللي احنا اتفقنا عليها؟ لا ماذا أفعل؟ أضيف ألف وأضع فوق الألف فتحتين فتصير ألعابا طيب الكلمة الثانية المريض المريض عايزة أخلي الكلمة دي تنوين فتح ماذا أفعل يا شباب؟ حكتين الأمر الأول أحذف الألف واللام أشيلها خالص وبعدين أنظر إلى الحرف الأخير الضاد من الحروف اللي احنا حفظناها؟ لا يبقى ماذا أفعل؟ أضيف ألف وأضع فوق الألف فتحتين تصير مريضا نفس الكلام النباتو الكلمة مبدوقة بألف ولام ماذا أفعل؟ أحذف الألف واللام وبعدين أنظر إلى الحرف الأخير التاء التاء المفتوحة من الكلمات اللي احنا من الحروف اللي حفظناها يا خامس؟ لا يبقى ماذا أفعل؟ أضع ألف وأضع فوق الألف فتحتين نفس الكلام الكلمة التي تليها كلمة الشهر كلمة مبدوقة بألف ولام أول شيء أحذف الألف واللام ثم أنظر إلى الحرف الأخير الراء من الحروف التي حفظناها يا خامس؟ لا يبقى أضع ألف وفوق الألف فتحتين الكلمة الأخيرة العظيم العظيم ماذا أفعل يا شباب؟ أحذف الألف واللام ثم أنظر إلى الحرف الأخير الميم من الحروف التي حفظناها في البداية لا ماذا أفعل؟ أضيف ألف وفوق الألف فتحتين تصير عظيما عظيما انظروا معي خامس هذه الكلمات اللي كانت في التدريب قدامي المريض ماذا فعلت؟ حذفت الألف واللام ونظرت إلى الحرف الأخير الضاد الضاد من الحروف اللي محفوظة؟ لا زودت ألف ووضعت فوق الألف فتحتين أصبحت مريضا طيب الكلمة الثانية الشهر ماذا فعلت؟ حذفت الألف واللام ونظرت إلى الحرف الأخير الراء الراء من الحروف اللي حفظناها لا وضعت الألف طبعا الراء لا يتصل بها شيء كتبت الألف مفردة كده لوحدها وعليها ضمتين الكلمة الأخيرة العظيم ماذا فعلت؟ حذفت الألف واللام والميم من الحروف اللي محفوظة؟ لا والألف طبعا تتصل بيها زودت ألف من عندي وعليها فتحتين بكده نكون خلصنا درسنا تنوين الفتح وبكده نكون خلصنا مهارة التنوين بجميع أنواع التنوين تنوين الضم وتنوين الكسر وتنوين الفتح أذاكر كويس جدا المهارة يا شباب وإن شاء الله أعمل لكم حصة مخصوص تدريبات على أنواع التنوين الثلاث تنوين الفتح وتنوين الضم وتنوين الكسر أتمنى أن يكون الدرس سهل وبسيط عليكم والشرح يكون واضح وأشوفكم إن شاء الله في حصة تانية قريبا جدا وياريت اللي عجبوا الشرح وفهم الدرس كويس يعمل لايك وشير للفيديوهات ويشترك في القناة من كلمة الاشتراك اللي مكتوبة باللون الأحمر علشان أكبر عدد من الطلبة يستفيد وأشوفكم في درس تاني قريب جدا بإذن الله باي باي